على أبواب الشتاء أزمة الطاقة ترمي بثقلها على مواطني القارة العجوز إيجاد وسيلة بديلة للتدفئة المركزية بات هاجسا يوميا يؤرق الأوروبيين بعد تخفيف إمدادة الطاقة الروسية عن أوروبا في ألمانيا أدت أزمة الطاقة المستفحلة إلى زيادة الطلب على مصادر الحرارة البديلة في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالعام السابق إذ يحاول الألمان في شراء أجهزة الطاقة البديلة التخفيف من الكلفة الباهظة لفوتير الكهرباء التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليها قبل الحرب في أوكرانيا عبء الكلفة الباهظة لتأمين مصادر الطاقة والارتفاع في أسعار السلع الأساسية في ألمانيا أدى إلى تدهور كبير في القدرة الشرائية للمواطن وفي هذا السياق بدأت حركة أضراب في قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية الكبير في ألمانيا بدعوة من النقابة النافذة آي جي ميتل للمطالبة بزيادة الأجور بمشاركة ألاف العمال أضراب ألمانيا ليس بعيدا عن مشهد التظاهرات في مدينة ليل وسانت سولين بفرنسا للمطالبة بزيادة الأجور وبالعودة عن استخدام الطاقة غير الصديقة للبيئة والتي اعتمدتها فرنسا أخيرا للتعويض عن النقص في الغاز الروسي تظاهرات وجهتها الشرطة الفرنسية بالضرب المبرح وبالغاز المسيل للدموع ما أدى إلى جرح سبعة مواطنين أجواء التظاهرات في فرنسا عرفتها شوارع العاصمة تشيكية براغ أيضا بعدما خرج ألاف المواطنين تنديدا بسياسة الحكومة المساندة لسياسة النيتو ومطالبة باستقالتها وبإعادة العلاقات مع روسيا على خلفية أزمة الطاقة والتضخم في البلاد